احنا معنا تليفون طيب معنا قبل استاذنا كابتن عادل قبل ما اروح لك معنا طبعا زاملنا الاعلامي والصحفي المصري طبعا المتقلق في الاعلام السعودي زاملنا الاستاذ ادهم الشرقاوي تحياتي ادهم بتكلمني من السعودية تمام طبعا اهلا بيك دكتور وليد اهلا بالكابتن بيشين التابعي والكابتن احمد عادل ودايما يعني اي تي سي تقدم عمل كبير في المرحلة الاخيرة اهلا بيك ات فيين في الرياض ولا في جد ولا فيين لا في الرياض اهلا بيك ادهم طبعا متابعين كلنا الامور في السعودية والمنتخب السعودي وانتقادات كبيرة بتعرض ليها منشيني وبتعرض لها المنتخب السعودي ولعبت المنتخب السعودي في التصفيات المقامة حاليا وتعادل كان اخير قدام البحرين وخصار قبلها من اليابان ووضع يمكن متعقد بالنسبة المنتخب السعودية في مجموعته بعدما كان الامور او التوقعات انه يكون منافس قوي على الصدارة بمدرب عالمي زي روبرتو منشيني مدرب ايطالي طبعا كبير حاليا اليابان هي المتصدرة في المجموعة التالتة طبعا المؤهلة الكاس العالم وعندها عشر نقاط وبعدين تلات منتخبات عندهم خمس نقاط استراليا والسعودية والبحرين شايف الامور ازاي في المنتخب السعودي خصوصا ان في كلام بدأ يتردد ادام وبرده اكدولي انه في اتجاه لاقالة منشيني وتغيره طبعا هذا التراجع لم يكن وليد اللحظة التراجع بدأ مع كأس امم اسيا في قطر في يناير وفبراير الماضي خروج المنتخب السعودي رغم الطموحات الكبيرة التعاقد مع منشيني كان لعام 2027 لما بعد كأس العالم بالفعل يعني كان جاي بمشروع كبير منشيني على مستوى السيرة الزاتية اسم كبير جدا الفوز بالدور الانجليزي مع مانشستر سيتي فوز بكأس امم اوروبا مع المنتخب الايطالي وبالتالي كانت تصيرها ذاتية عالية الازمة الكبيرة حاليا في اقالة منشيني هو الشرط الجزائي المرتفع للمدرب اللي بيابلغ 30 مليون يورو اي 120 مليون ريال السعودي وبالتالي هناك منقشات بتتم في الوقت الحالي سواء مع محامي منشيني او حتى مع وكالاءه بخصوص عمل مخالصة مالية نهائية مع المدرب اعتقد ان السيد ريمرد اللي صعد مع المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 وحقق انتصار تاريخي على المنتخب الاجنطيني وقدم عروض طريبة حتى امام المنتخب البولندي والمكسيك في مجموعة كانت صعبة جدا وفاز على بطل العالم الاجنطيني اعتقد انه سيكون قريبا جدا مدربا مرة اخرى للاخضر السعودي لاستكمال التصفيات طبعا هناك اتفتح الكلام معه يعني فعليا ادهم يعني بدأ الكلام ايرفي رينار للتعاقد والكلام الفعلي او زي ما انت بتقول الجلسات مع المحامي الامر خلاص منتهي ولا ممكن يحصل تراجع ومنشيني يكمل هو هناك رأيان حاليا في الاتحاد السعودي الكورت القدم الرأي الاول هو استمرار منشيني حتى 19 نوفمبر القادم موعد مباراة السعودية امام استراريا في ميلبورن الاستراريا او ومن ثم سيكون اقرب مواجهة للمنتخب السعودي هتكون في مارس وبالتالي هيكون هناك خمس شهور امام المدارب الجديد للتواجد مع الفريق بشكل جيد الرأي التاني بيقول ان رينارد الريدي هو خافز هذا الفريق وتعامل معه ومعظم النجوم الحاليين اصبحوا موجودين اساسا في عهده لكن ايضا التعادل امام البحرين من قبلها الخسارة 2-0 من اليابان من قبلها تعادل مع المنتخب الاندونيسي اعتقد ضياء 3 مباريات في اربع اول في اول اربع جولات ما استحملوش الجماهير السعودية وخاصة ان اتنين فقط بيتأهلوا عن هذه المجموعة اعتقد ان المنتخب الياباني اصبح قريب جدا من التأهل الفصول على 10 نقاط في اول اربع مباريات تسجيل 13 هدف وهدف واحد في برما من استراليا في اللقاء الماضي فاعتقد ان اليابان حجزت مقعدا اوليا في نهايات كاس العالم امريكا كندا المكسيك 2016 يعني البعض احنا طبعا متابع الاعلام السعودي والعديد من الاعلامين والصحفيين والمحللين السعوديين والجماهير طبعا قالت انه وحتى منشيني نفسه يعني في بعض تصريحات لي قالك انه فيه ازمة انه الدوري السعودي بقى بيعتمد على النجوم والسوبرستارز والمحترفين بشكل كبير وطبعا ده رفع من قيمة الدوري السعودي كدوري لكن التأثير السلبي كان انه اللعيبة السعودية ما بتشاركش لهم اللعي النجوم الدوليين واكتر من اسم كان متقلق مع انديا سعودية ومع المنتخب السعودي بقى حبيس لدكة البودلاء لانه فيه مكانه لعيبة جاية بملايين ولازم تلعب انت شايف الامور يعني او ده هو السبب الاساسي اللي بيحصل فيه المنتخب السعودي ولا فيه اسباب اخرى اعتقد انه هناك اسباب اخرى على مستوى اختيار التشكيل وعلى مستوى اختيار حتى توظيف اللاعبين السعودية بنفس عدد المحترفين تأهلت لكأس العالم وقدمت اداء جايد في 2022 مع رينارد تمام مع منشيني منشيني في كل المباراة اللي خدها مع المنتخب السعودي لم يثبت على تشكيل واحد او حتى على طريقة لعب واحدة لدرجة انه تحدث بعد مباراة اليابان انه عاد لطريقة اللعب باربعة في الخط الخلفي بدلا من ثلاثة بناء على رغبة الجمهور السعودية في تصريح كان صادم بالنسبة للصحافة والاعلام والمجتمع الرياضي السعودي اعتقد ايام منشيني في كرة القدم السعودية اصبحت معدودات اما الرحيل سيكون الان او حتى بعد المباراة القادمة امام استراليا